سؤال آخر يقول السائل الكريم وهو أخ حبيب وشيخ جليل أخ يعمل في الكهرباء طلب منه تركيب مصابيح وعمل بعض الأعمال الفنية في دار عبادة لغير المسلمين هل يجوز له وماذا لو كانت المصابيح تصلت على تماثيل أو صلبان نقول له يا رعاك الله إن ما بني من البيوت لعبادة غير الله عز وجل أي إن كانت الملة التي بني من أجلها لا تجوز المشاركة في تشهيدها ولا في عمارتها وتهيئتها للعاكفين فيها على الشرك وعبادة الباطل لما يتضمنه ذلك من الإعانة على أعظم الظلم أن الشرك لظلم عظيم أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك وأبطل الباطل وهو عبادة غير الله وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي تفرد بالقول بالجواز دون صاحبيه محمد وأبي يوسف في المدونة الكبرى نعم قلت أرأيت الرجل أن يجوز له أن يآجع نفسه في عمل كنيسة في قول مالك فقال لا يحل له لأن مالك قال لا يآجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله دعم قال مالك ولا يكري داره ولا يبيعها لمن يتخذها كنيسة بل قال في موضع آخر ولا يكري دابته لمن يركبها أو ممن يركبها إلى الكنيسة والشافعي رحمه الله يقول وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم وإطلاق الكراه عند الشافعي الأصل فيه أنه على معنى التحريم كما جاء في قوله تعالى في سلط الإسراء بعد ذلك طائفة من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مقروها تقيدي السك يقول إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكانا يكفر فيه بالله فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك أن نقول في هذا كثيرا عن المذاهب المختلفة أبو حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه ذهب إلى القول بالجواز وقال لأنه لو بناها للسهنة لجاز ولابد أنه سيعبد في بيته غير الله نقول فيه فرق بين أن يكون المقصود الأصلي هو السكنة وهذا مقصود مشروع مباح فلا علاقة لنا بما يفعله إذا أغلق عليه بابه شرب خمرا أكل خنزيرا سجدا لصنب تلك قضيته نحن ما أجرنا له على ذلك لما أجرناه ليسكن ثم بعد أن يغلق عليه بابه هذا شأنه بينه وبين ربه عز وجل فقياس هذه على تلك قياس مع الفانق يقول ولأن المعصية لا تقوم بعين العمل إنما تحصل بفعل فاعل مختار لكن هذا الأمر يصدق عندما يكون العمل حياديا يستخدم في الحق ويستخدم في الباطل فنقول توسطت إرادة حرة فلا ينتقل التحريم من الذمة الأولى إلى الثانية لكن نحن أمام عمل ما أنشئ يوم أنشئ إلا للكفر وعبادة غير الله فرحم الله إمامنا الجليل أبا حنيفة وغفر الله له أحسب أنه قد جانبه الصواب في هذا فالصواب المقطوع به ما عليه الجمهور وعليه فتوى المرجعيات الفقهية المعاصرة أفتى بهذا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث نص على حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شرقية أو الإسهام فيها